اكد سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ضرورة المضي قدما في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك من خلال تفعيل دور البرلمان العربي كمنظومة تمثل الشعوب العربية وتشارك بفعالية في رسم السياسات العربية المشتركة واضح العسومي لدى لقائه بالسيد عمر موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية أن البرلمان العربي أنشئ كفضائن لممارسة مبارئ الشورى وديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وتكوين إطار جامع للتمثيل النيابي لأبناء الوطن العربي الواحد مؤكدنا العسومي أن خطة عمل البرلمان العربي ستركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز دور دبلوماسية البرلمانية العربية من جانبه قال السيد عمر موسى إن إنشاء البرلمان العربي كانت خطوة أكدت على ضرورة الانسجام مع التطور السياسي لينتقل البرلمان العربي بعد ذلك من مرحلة البرلمان الانتقالي إلى المؤسسة البرلمانية الدائمة ترجمة نانسي قنقر